يقول يا شيخ أنا ساكنة المدينة ومنورة وكنت أعمل سفرة للصائمين لما كنا في رمضان وأقبلت إلي زائرة وعطتني نقودا تقول زائرة إماراتية الجنسية وعطتني نقودا تريد أشتري لها فطور ووزع على الصائمين وذهبت لأشتري لمدة أيام وبقي معي بعض النقود وزادت قليلا جدا فهل أتصدق بها أم ماذا الحمد لله مدام أنها لأجل الصائمين فيمكن بعد رمضان أن يفطر بها يعني يوم الأثنين ويوم الخميس أثناء في رمضان عفوا في الحرمين سواء حرم النبوي أو الحرم المكي يوجد من يصومون وهناك سفر تفتح يعني يوضع عليها التمر ويوضع عليها اللبن والماء وكذا ويأتي ناس ويفطرون عليها فأنت بعد رمضان اعملي ذلك وإن شاء الله أنك مأجورة ساكي الله خير والله يجزيك خير أيضا التي أعطتكي والله يجزيك خير أيضا أنت على أمانتك نحيانا يأتين بعض الأسئلة يقول وأعطوني ثم أغواني الشيطان وأخذت المال وصرفته لنفسي والآن تبت فأنت يالله يجزيك خير مدام أنك تسألين عما تبقى من المال هذا إن شاء الله يدل على خيريتك الله لا يحرمك ترجمة نانسي قنقر